أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم كوب 27 تحرص على البناء على مخراجات مؤتمر جلاسكو وتحقيق مزيد من التقدم فيما تم الوصول إليه من قرارات مع اعتبار مؤتمر شرم الشيخ للمناخ مؤتمرا للتنفيذ لتسريع وطيرة العمل المناخي والوصول لنتائج حقيقية جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد لمناقشة تحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم كوب 27 وذلك على هامش مشاركتها في الشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي في كينيا